هل يجوز تقسيم الزكاة على الحساب التقاعد وكتابة المتبقي وإخراجه عند التقاعد يا حبيبي أيها المبارك إما أن تلزمك زكاة حسابة التقاعد أو لا تلزمك كانت تلزمك فهي واجبة على الفور لا تلزمك إلا إذا كانت بعد قبض الراثب تلك قضية أخرى فتعال نسأل أولا هل في زكاة على حسابات التقاعد أم لا حسابات التقاعد يا ولدي إن كنت تستطيع أن تحوزها ولو بعد استقطاع الضرائب والغرامات فما أمكنك حيازته من المال فهو مال زكوي عندك مئة ألف في الفوروانكي مثلا أي حساب تقاعد إذا أردت أن تأخذها الآن أيعطوك ستين مثلا سيخصمون الفينالتي والتاكسيس ما باقي بعد هذا هو مال أكسيسابل متاح دي تقدر تاخده زي المال اللي في الحساب الجانب بالضبط أو زي المال اللي تحت البلاطة بالضبط فهذا مال زكوي تلزمك زكاته لكن نقطة مهمة أبشر بها عشان ما تزعلش وما تقلاش الزكوات تكون على الأموال النامية وليس على الأصول الثابتة الأصول الثابتة ليست أموالاً زكوية وأسهم الشركات لا تمثل جميعاً أموالاً نامية بل تمثل أموالاً نامية وتمثل أصولاً ثابتة وبالمناسبة الأموال النامية الزكوية أقل من الأصول الثابتة حوالي التلت أو ربما الربع فهذا هو الذي يلزمك أن تخذ زكاته فقط الخمس حتى وبالتالي أنت بتخذ الزكاة عن حسابات التقاط حوالي نصف في المئة تقريباً مش اثنين ونصف في المئة